اهلا بكم مشاهدينا من جديد فقرتنا الاسبوعية عن مشكلات الامراض الجلدية نهاردة بنتكلم عن مشكلات الاضافر اللي بتتقصى في الحقيقة وبتتشقق مش بالطول اصلا وامتى افرق ما بين المشكلات الخاصة بالعناية والعلامات المرضية في ناس ضافرها ما بتتقولش الحقيقة بتكون بالنسبة لهم ازمة بالنسبة الناس تانية ممكن تسمع المعلومة وتضحك يعني الرجالة هنتحك الستات لا الدنيا بتقوم وما بتقعدش فالحقيقة بيكون في تساؤلات كتير جدا عن العناية بالايدين والاضافر فحنعرف اجابتها ان شاء الله اكتر من خلال ضافنا الكريم استاذ الدكتور عاصم فرج استاذ الامراض الجلدية والسؤال الوجودي هم الستات بيقوم الدنيا ما بيقعدواش لي يا دكتور لحاجات بالنسبة لنا احنا كوميدية بس هي هي في اللي هنتلم عليه الايد الايد انا كنت ليا مقولة زمان هزار يعني اقول دايما اهم حاجة للست اللي هي طلقت بها سنها الايد والرقب يعني الايد والرقب تجيب والله لو عملت ايه ده زمان قبل التجميل بقى دكتور بس الغيث دلوقتي الايد بضوافر اه 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 اساسية يا شاهد ايه الايد واساسية رجالة وستات يعني انت غصبا عنيه عمال اعمله هو وانت برضو كده عشان بتستخدمها جامعي الايد الايد بالضوافر مهمة اوي فحشان كده بقى طبعا الناس هتموت على روحها من ده لا كشكل كشكل جمالي ولا دليل صحي ده الاتنين 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 يعني احنا طبعا حيستغربوا لما هقولهم احنا عندنا التكسبوك يعني قد كده للإيد بس الايد وتلاقي نصها ضوافر لكن ما حدش يضحك ليه لان الايد نمرى واحد الاكزيمة بتاعة الستات اللي في البيت بنسميهم housewife اكزيمة اكزيمة رباط البيوت لما تيجي بتقوم جايبة هنا بتقوم الإيد كلها ملتهباها دخلين على الشتاء والإيد تنشف ايه ده اول حاجة تضعف كمان في الستات لما تتدايق قوي لما تلاقيها تسقط ضيط في النص لما تطلع عليها النقط بتاعة اللي هي زي الحسنات الزغيرة يعني لو اقولك ان الإيد دي اهميتها هي بداية السلام يعني ايه بداية السلام هي بتاعة السلام لما بتبخشنة في الشتاء والضوافر تنتش في الراجل جزها ده بيبتدي يعني يتغير نفسيا الإيد ضروري الاهتمام بيها على الاقل الترتيب الترتيب يعني انا برضو على اللي هي الكريمات العادية الكريمات الترتيب بالليل كل يوم كده وهي قاعدة تفرج على التلفزيون ولا حاجة تحطه جنبها زي ما بقولت الترتيب بتاع الجيل التالت ده تبتدي تحطه يمين وشمال يمين ده عشان لما يكون فيه اي خشونة او قاشة في الرجل او عشان تمنع كمان الخشونة علشان كده طوروا او الجوانتيات الجوانتيات دلوقتي اللي هما بيشتغلوا بيها في البيت باقت فيها جوه قطن حاجة زي مادة قطن كده وفيها مواد ترتيب فباقت تلبسها كده وتقفلها تشتغل من الصبح لغاية بالليل تطلع ايديها بتلمع فباقت علاج وقت الترتيب ووقت الشوخ نعيد تاني ان دي مع الظوافر الصحة الاظافر دي انا في نظري انها مقياس جامد قوي لانها لما تتعرق كده بتبتدي تتشقق تتعرق كده بتبق غالبا نقص اللي في حديد ده بيكون بشكل طولي طولي ايو نقص ده يعني احنا مش نفسي سهلها لهم انما لما الواحدة تسخن او الواحد يسخن بتلاقي يا جام ان في خط عرضي علشان كده انا برضو كتير قوي تقدر تعرف هي انها مش هي او هو سخن من قد ايه بالخط العرضي ده يعني بتقال بقالها اسبوعين كانت سخنت قوي وقعدت مدة اللي هو هنا بان في الضوافر خطأ شائع انهم لما يروحوا للناس بتوع اللي احنا بنسميهم البيوتي سالون ويبتدي يمسك لهم الضوافر اللي ينظفوا فيشيل حتة الجلدة دي اللي هنا في اخر الضوافر دي اهم واحدة دي السيلينج باور يعني ايه السيلينج اللي هي انها بتحكم وما تخليش الميكروبات تدخل سبحان الله ده انا بقول لك دي انا نفسي اروح لهم واحد واحد بتوع البيوصر سبوها سبوها انا معرفش دي اول ما يبتدي يمشكها يقوم عاملينها الورا يبقى نمر واحد انا كده بساعد ان الميكروبات يحصل حاجة اسمها بارونيكيا ده ما تخليها هو ده المتخل الاساسي عايزين نقول لما تروحي كل واحدة بتروح للجماعة بتوع البيتكير والسالونات دي التجميل عايزينهم يعملوا ايه يهتموا شويتين ثلاثة اربعة بحاجات صحية العدة بتاعتك يبقى نمر واحد يا جماعة ما تاخدوش من العدة اللي عند الست اللي هي هناك في البيوت حتى لو كانت متحرد والله لما تكون ايه ده انا هقول لك مصادر دلوقتي رجالة مثلا في ناس لما بتروح مثلا تحلق بياخد مع العدة بتاعتك ده سلام ده بقى الثقافة عامة بقى ما شاء الله مكشرة اه كويس صح وهي عامة فضالي اهي اشتغلي بيها تجيب لها جوانتي الست اللي هتشتغل ده انما برضو تلبس لها جوان بعد كده قد يقول لك انا حصرف عليهم بقى بقى ايه ايه انما خلينا نمشي بالامان ايه المكربات او الامراض حتى لو انا دفعت انا بدفع لصحيتي صح يعني محدش يعني لا ايه ايه صح يا شهر ده لو حد مستمر بقى بيعمل ده باستمرار اما انا بقول لك ايه المكربات اللي ممكن او الخوف من ايه وانت رايحة تعملي ضوافرك انت رايحة تتبسطي او تعملي ضوافر نمرة واحد الامراض الفطرية الامراض الفطرية اللي هي تيجي في الضافر فديت ما تتشلش حتة الجلدة دي ادي واحد نمرة اتنين تتعيدي منها الست اللي بتعملك الست لان هي عملت شغالة عشرة عشرة قابليها عمالة البتاعة العيد زي ما بقول العيدة بتاعتك تجبيها وتطحاريها وتشليها وتمشي ما فاهاش اي حاجة تكسب وتشليها وتمشي ايه بقى لقدر الله اللي جاية دي لقدر الله لقدر الله هيباطيتس وهيباطيتس اللي هو التهاب الكبد الوبائي بييجي من هنا الى فيروسية فيروسية التهاب الكبد الوبائي ممكن طبعا ييجي من هنا لخصوصا لما هيبتدي يعمل اكسيس للدم يعني تبتدي تتنظف وانا مش بخوفكم انما ضروري نحطات نحطات يعني زي بتاع السنان والله يا دكتور يعني حتة الخوف احيانا بيكون وجبة عشان الناس تنتبه لا اخوفك عشان تعرف مصلحتك فبقوا اليد دي صحة البني ادم كلها في اليد اللي احنا مش مدي الله الاهتمام الكاف اليد كلها هي صحة يعني اقل حاجة لما هنا اليد دي تلقوها حمره قوي بتبقى الامراض تبتدي تيجي اللي بنسميها بالمر إيريسيمة احمرار بتاع الزئبة الحمر اول ما نشوفه نشوفه هنا بتاع الحمل وكل الحاجات بتيجي هنا يبقى اجزيمة هنا بتيجي الاحمرار ساعات تيجي هنا خطوط صفرة دي يتبقى نلاقي الكوليسترول عندهم عالي يعني هي مؤشر لحاجات كتيرة اوية امتحان الزمالة في انجلترا يعني طبعا دولناس انما امتحان الزمالة بيبقى فيه امتحان بحاله على اليد يدخلوا العيان جوه خيمة ويطلعوا ايده ويبتدي يقول له ايه الامراض اللي بتيجي هنا واحد اثنين تلات اربعة اه يعني ودي مهمة الى اقصى درجة الانيميا هنعرفها من هنا من الغافر انا عرف دي معلومة متدولة اه اول حاجة الانما تفضل احنا بس معنا تليفون يا دكتور عشان بس ما نطولش على ضره قالو قالو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن بس عايز اسأله الدكتور سؤالي تفضل يا فندي بتحت امرك دكتور لو سمحت انا زوجي موظف بس يعني اعمال مكتبية يعني شغله نظيف اه ومع ذلك عنده اكزيمة في ايده في ثلاث سوابع اه لدرجة ان هي بتنشف جدا وتتشقق الجلد بتاعها بقى ما بيض من كتر ما بيتشقق وتعبان جدا وبيمسك قلم كتير يا مدام دور ايه بيمسك قلم كتير طبعا اكيد قلم وكمبيوتر وكده بس هي المشكلة ان احنا كشفنا كتير خدنا كريمات كتير مفيش اول ما بناخد الكريم مفيش يومين ترجع تلك وبعد كده ولك انه حط حاجة هقولك حالا يا دورة هقولك حالا في حاجة تانية عزة توليها يا سوس دورة لا طيب طيب تفضل يا دكتور دي مشكلة سائدة تماما اكزيمة ليداي وهو بتقولك بيشتغل اعمال كتابية بس واضح انه ربنا يبارك له عنده ضمير بيشتغل جامل بيشتغل جامل هي بتقولك الخطأ ان هي يدهن كورتيزونات كورتيزونات تخفف في يومين وقتي ويرجع الاجزيمة اكتر بكتير في الايديه بترجع كتير اقوي يا شايد يعني هي الاجزيمة تكتب لها الراجل او الدكتور مراهن كورتيزون ده قال لها ثلاث يام بس هو كمل بقى كمل 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 لانه فرحان اليد بتخف هيوقفها من هنا حتنتشر انتشار مرعب حنقول تاني حتنتشر انتشار مرعب ومش مستحب ان هو يكمل بنفس العلاج لا 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 هي لو يومين بعد كده الترتيب ثم الترتيب ثم الترتيب يعني يسيب العلاج اللي هو خفف ويتجل للترتيب ترتيب وفي حاجة اسمها بيماكروليماس دي الحاجات علمية بيماكروليماس وتاكروليماس كل دول بدائل ويخففوها خالص يعني بعد كده بس يرطب الترتيب والحاجات البدائل دي هل ممكن يريح يديه مثلا من طبيعة الشغل ولا مش مطلوب هو مش مش هيقدر يعني بيبقوا بيشتغلوا جامد يعني لكن في منهم برضو عشان يكون مركز معايا الألم الألم مسكة الألم بتعلم بتعلم فمسكة الألم بتطلح هنا ساعات قلوا كده هنا فأنا دايما بنصحهم ينقلوا مكان الألم وعلى فكرة مش صعب يعني ايه طلعوا تاني ويمسكوا بدول يعني يمسكوا كده الألم علشان ما يسندوش على الحتة دي هي استخدام الألم دلوقتي قال بنسبة تسعين المية مع اللاب توب وكده بقت خلاص إنما برضو الايد بتتبهدل مع الحاجات اللي هي على طول بنستخدمها بقول لحضرتك اللاب توب وا 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 والكلام ده كله حتى دي يخلي بالهم من الايدين طيب إحنا معنا الأستاذ مامدوح السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حرق أنا هتسأل بكتوها عن سوائل فضل يا فندي حرق دلوقتي إيه حل الإشفة المتواصلة في الشهر يعني ما بتمشيش يعني مثلا لو أنت إشفة الشهر أيوة لو أنت دلوقتي حرق يعني استحميت يعني ما بنتتذبش هي في الشتة أكتر في الشتة أكتر أيوة مزبوط طيب أنا هقول لحضرتك طيب اسمعنا يا أستاذ مامدوح معنا لأستاذ حنان عليكم ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ممكن أكلم الدكتور بالسماح دكتور مفادلك أنا ذخوت كيماوي وخلصته وريد ممكن أسبب شهري يا سلام سؤالك حل وخالص وحقول لك يا حنان حالنا هو ربنا يتمم شفاك يا رب على خير إن شاء الله طيب فضل حنان نجاوب حنان هي الكيماوي أدوية أو شعح بيسقط الشعح أيوة بس أول ما تخلص يرجع تاني وقوعد فكري لحظة دي مرحلة وقتية ويبتدي يرجع تاني ولو عايز أقول لك ساعات بيرجع أحسن من الأول لكن الفترة دي هتاخد بعد آخر جلسة كيماوي ما بين ستة شهور وقتا بعديها هيتحسن جدا لكن هي بتسأل سؤال مهم ممكن أسبغ شعري بعد مرور ستة شهور عيش أيامك بعد ستة شهور من آخر جلسة من آخر جلسة تسبغ تعمل هتلاقي شعرها أحسن كتير التالج في حاجات في السوق كده يعني حاجة زي كياس التالج بتساعد قوي إن الفترة دي تعدي بسرعة تعدي بسرعة بتساعد على نمو الشعر نمو الشعر ووقت استخدام الكيماوي بتقوم يحطوها كده الدنيا بتتحسن إيوه عن إنسى الأولاني الأولاني طبعا إنه السيد ممدوح أه السيد ممدوح قال لك عنده إشرة بتزيد في الشتاء طبعا بتزيد ده الإشرة الدهنية وعننسى أنا مرة كده هنتكلم على أنواع الإشرة اللي في الشعر إنما دي إشرة الدهنية دي ولا الحاجة فيه فطريات ضد فطريات فيه مركبات في السوق وشامبوهات ضد القشرة تستخدم دايما اللي في الصيدلية ما بلاش الحاجات اللي هي في السوبر مارك اللي هي لأنها علمية أوي 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 كمان فيه حاجات اسمها زينك بايرو ثرون دي من المركبات اللي هي جوة زينك بايرو ثرون دي موجودة في 3-4 شامبوهات تستهد بص يا ممدوح يا ريت تكتبها ورانا بس عشان تسأل فيها أو حتى تشيك عليها الحاجة التانية وإنها بقى ممدوح وإنت بتسرح ما تخبطش فروط راسك أوعى تنسى اللي بقولهولك ولا تهرش بضوافرك ولا يلمشت وهو بيتسرح ما يخبطش فروط راسك بيهيج إشرة أكتر هو يمكن الإشرة أصلا بتعمل زي كلام برضو دكتور هو طبيعي ممكن حتى لما بتعملش بيهرش بالفرشة ما نعرف نسميه كده بمعنى صح بيهرش بإيده وبيهرش بالفرشة هو مش بيتسرح هو بيعمل إحساس بالراحة مشهور جدا إنه يقعد يهرش كده الله بيتبسط لكن دي بتهيج الإشرة طب نقوله المركب مرة تانية زينك بايري ثرون زينك بايري ثرون زينك بايري ثرون ده حتلاقيه حتى يوصل لغاية لما توصل للصيدالي قل له زينك حيعرفه يعني زينك بايري ثرون ده موجود في أكتر من نوع شامبو هو بقى يختار المال 5-6-7-8 كمان طيب ده ممتاز معنا نور ألو أهلان يا نور صباح الفول أهلا بيك لو سمحت أنا ابني عنده تسعة سنين وكل شوية ألاقي شعره بيضة شعره فكت عايزة أعرف بس ما فيش عامل وراسي يعني شعر الأبيض تمام بتشيليها؟ نعم بتشيليها؟ لا خالص طيب نور ده سهلة يا نور سهلة خالص كمان طب نجوابها دكتور بس معنا كمان أيا؟ حاضر أيا؟ أيا؟ سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ممكن أتكلم الدكتور؟ صدالي بس لو سمحت يا دكتور أنا عندي طلالي بقعب ونية كده في وشي وكشفت عليها عنده الدكتور قل بوهاء ولا حاجة يعني؟ لا أنت مش بتقولي بقع بنية ولا بقع بيضة؟ التانية بتبقى لونها بيضة بنية إيه؟ بنية بنية لا لا بنية دي مش أديش رح لحضرتك طيب شكري جدا يا أيا معي أستاذ عذب ألو سلام عليكم عليكم السلام أهلا يا أستاذ عذب إزاقيا بش مهندس أهلا بش مهندس الله يكريم بولي ساتك بولي ساتك هذا كلام الدكتور تفضل تفضل بولي ساتك الدكتور عاصم الدكتور عاصم معك عند ابني مولود هو عنده أجزيمة بما أنا أصح وعنده سمع سنين وهو عنده الأجزيمة أجزيمة ناشي لغاية لما وصل سن السبتاشر سنة أجزيمة إيد ورجلي حاضر ماشي في سؤال تاني يا فندي حاولت حاولت معاه رحت معاه للدكتور واثنين وثلاثة آخر دكتور رجل كبير قال لي استعمل الشابة مضحومة شابة نعمة واستعمل مرهم ملين حاضر يا فندي طيب اسمعنا حاول لك اسمعنا يا فندي طيب نجابه الأولي بص هو بدمت دك الشابة دي هو عشان كان عنده بتنزل مية من إيدي ورجلي كتير احنا مش خلاص احنا الترتيب ثم الترتيب ثم الترتيب دي حدث مؤقت وعتنسى الكلمة دي حكاية اني اللي في دي ورجلي دي في حاجات كتير تعملها انما هو حدث مؤقت يعني بعد شوية بس مستمر السبعتاشر السنة يا دكتور لو السنة بدأ الدكتور كتاب مولود دي ما نعارب بس هو لقى مش اجزيمة دي بالمو بلانتر هايبر هيدروزيز ده اللي هي أسطوكتاب له شابة ودي كتير اقوي بتحصل بتنشف فاحنا حنعمل ما تدهنش كورتزون يعني الرسالة بتاعة الحلقة بتاعة النهاردة ما تدهنش كورتزون لانه حيخففه ويرجع حيخففه ويرجع وهو بقى ايه طالب يعني ايه طالب يعني طول النهار بيستخدم ايديه او كتير او بيزحلقوا من رجلهم من كتر المية ايه فتلاقي الشراب يتعبوا اوي والشراب يلزق فاحنا كمان بيعمل روايح كمان روايح وحشة جدا فهنعمل ايه حنخليه ناخد ترتيب مرة واثنين وثلاثة واربعة اختيار المرطب بتاعه كل يوم الصبح وكل يوم بالليل يدهن على ايده ورجله كريم مرطب عادي جدا عادي جدا هو بس مش هيخفه بسرعة من الترتيب بس فحيقوم رايح للكورتزون ابعد عن الكورتزون هتلاقي ابنك ابتدأ يتحسن كويس قوي قوي والشوربات تبقى قط قديني قلتلو الشوربات تبقى قط الدنيا هتبقى كويس طب ممكن يهوي رجله على قد ما يقدر طبعا انما هتتحسن لا انا متأكد انها هتتحسن بس ايه اللي بيزودها انه بيدهن كورتزون ايه وبتاع يتفاقم اكتر وقت نفس المعلومة اللي هتكرتها في البداية طيب نور كانت بتتكلم على شعر ابيض عند ابنها شعر سينيين بصي ولا تفكري فيه هعيد تاني ولا تفكري فيه ويا ده بس ما تشلهوش لان حاجة غريبة بيطلع مكانها بيطلع مكانها كتير 3-4-5 كده تقوم الصومة 20 30-40 هي ما تخليش تبصلها على انها حاجة وحشة يعني لا مش حاجة وحشة الشعر اللي ابيض واحدة او اتنين او تلاتة دي او اربعة في وسط الشعر صدقيني بقت موضحة يعني بقت شكل كويس بس ولا تسبغي ولا تشلي انما ساعات ساعات يبيض بسرعة بيبعز يتعالك طيب احنا كمان معايا ايا بتتكلم على بقع بنية في الشعر هي البقع البنية دي رغم انها ما بتنزلش كتير ما بتنزلش كتير فده مهم اوي هتحط حاجات من محجبات الشمس اللي قابلة محجبات الشمس فقط الليل سان بلوك اه سان بلوك ده هتحطه تلاتة اربعة مرات وبالليل تحط حاجة بس ما بتتعرضش للشمس قالت لا ما انا عارف ما هي دي لناس مفهوم خاطئ رغم انها تتعرضش للشمس لكن ضرورة تحطه هيضيع لها البقع وفيه حاجات بقى ما شاء الله احسن كتير بتفتيح للحاجات دي فيها مادة الاربوتين اربوتين سهلة اربوتين ده هتلاقيها تفتحت معها بالليل انما الصراحة ما توقفيش مش تروح البقع توقفي لا تستمر عليها كل يوم الصبح ده نا بس عمر ما هترجع البقعة تاني عمرها وهي كانت خايفة البقاء ده حاجات بيضة ده العكس طيب دلوقتي زماننا بيلولنا مادام حنان اللي هي كانت بتاخد كيماوي وعايزة تسبغ هي بتقول الحمد لله شعراء اصلا ما وقعش يا سلاح ده لا ده حدث فهينا ممكن الخطة تتغير بعد ما تخلص الست شهر اللي هي بعد اخر جرعة برضو تبتدي تسبغ تسبغ ايه وده معلومة مهمة تسبغ بحاجة ما فيهاش امونيا يعني نعيد تاني تسبغ المادة السبغة السوق مليان يعني الوفات من السبغات تسبغ حاجة ما فيهاش امونيا كانوا بيحبوا الناس الحنة الحنة اللي لما بتسبغ تعملون احمر شوي او اصفر شوي ما فيهاش حاجة بس تبعد عن السبغات اللي فيها امونيا خصوصا انتي عيد تاني خصوصا انتي لان الحمد لله عدت من غير ما شعرك يقع فالدنيا هتبشي كويس او تبعد عن الحاجات اللي فيها الامونيا السبغات الشعر اللي فيها امونيا وتلتزم بالمدة اللي هيها ست شهور من بعد اخر جلسة بعد اخر حاجة يعني كلامنا ما تغيرش برد لا طبعا بس ما شاء الله هتلاقيها كويسة يا رب معنا الاستوزة نادية الو طيب حاولي تكلمينا مرة تانية الاستوالة دكتور والله بتفتح مجالات حاجات كتير قوي يعني كل سؤال بموضوع بموضوع الواحد اه اوعى ننسى ان احنا كنا في الحلقة بتاعت النهار بنكلم على جمال الايدين و الصحة الايدين اللي هي لان هي من صحة الجسم من صحة الجسم الضوافر نحتاط فيها جدا 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 نبعد عن اجزيمة اليدين الاجزيمة هاوس وايف اللي احنا بنقول عليها نعتني بالترتيب بتاعها صف شكل كل سيدتنا الافاضل تحط جنبها المرطب طول ما هي عمالة بعد الظهر بعد ما اشتغلت وفيه كريمات بتحج جديدة حديثة كويس كويس ان انا افتغرتها لما تدهن على اليد بتبقى شفافة انما بتعمل بارير يعني ايه بارير حاجز للميا وكله تقوم دهناها كده ولا هتحط جوانتي ولا حاجة ولا الراجل يتدايق منها ولا بتاع ده هيتبصس هيتبصس زيادة على اللذوق الايد النعيمة الايد النعيمة واول الايد النعيمة جات من هنا فعلا يعني من اول الايد ما بتشتغلش وما بتتخانش ده اول ما تتجوز يعني هي طلع من من بيت ابوها عمرها ما اشتغلت في حاجة اللي هي بتاع احمد مظهر الايد اول ما بتدي تشقى الحتة دي بتخربش اللي هي الاطراف دي بتخربش تخربش فضروري تهتم بيها ضروري تهتم بتانعين بتحط مرطبات ارجوك ايوة عن الكورتزون لان الكورتزون حيرق الجلد قوي قوي ويبتدي تزهر علامات حمراء من كتر ما الجلد رق دي مشكلة طيب دكتور فيه ناس بيبقى عندها زي اشف او الخشونة دايما فيه البعض بيقول نستخدم فازلين وفيه ناس تانية بتقول جليسرين بقى الحاجات اللي بتلهي بالايد قوي دي هي بس كويس انهم يعني عندهم الفك دا الاكتر تداول الحاجتين دول اكتر تداول بس هي عبها فيه فازلين وعب الفازلين برضو انه سميك شوية ويجي يطلعوه بالماء ما عرفوش يعني بيلزأ فعلشان كده فيه حاجة كمان من الترتيب اللي مشهور او اللانوفازلين اللانولين ده حتى تركيبات مش تركيبات اه انا بيقوله علي في مركبات الكريمات دلوقتي اه طبعا اللانولين 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 خفيف والدهن ومستو انه حاجز برد فليجي اه لما تيجي يغسلوا اديهم بالماء يلاقي الماء بتسقط كده عليها الترتيب ثم الترتيب سبطا الاطفال بيتزلوا يروحوا المدرسة بدري او سبعة الصبح يعيني وتلاجة اه التلاجة تلاجة الجوانتي مهمة او الجوانتي الصوف او الجلد هنا صغنان كده حيحميهم ودي ما هياش دلع صراحة ما هواش دلع ابدا اول حتة تيجي في الجسم كله يجي لها لسعة برد الايديه اللسعة البرد بتاعت اليومين دول انا مش بقول في الشتاء الجامد بتاعت لما بينزلوا الصبح او بالليل تلاقي حتة احمرت هنا في النوكلز دي باقت دي على طول ابتدت لسعة البرد انا برضو بقول لهم ان الترتيب طول الوقت تعمل كده فتسخنها تسخن ما سبهات فيه ايه كمان ده في نص ايديه بتشقق من كدر طبعا هنا بقى شايف النوكل دي اللي احنا المفاصل دي دي ساعات تسود تغماء دي حاجة كده عندنا اكتر من باقية الشعوب العالم عندنا واخواننا في اسوان وكده دي اكرا الاكنسوز يعني ايه اكرا الاكنسوز دي من حتة غمأة على المفاصل فيه ناس لما تيجي تصلي شوف انا ممكن اوعد اتكلم في الصبت لما تيجي تصلي يا شام بيسندوا بيديهم كده اه مش قادر مش قادر فانا اقترح عليهم يفردوا ايديهم ويطلعوا كده دي مهمة لما تلاقي الايدين الايد اليمين اكتر شوية من الشمال ده بيسند وهو بيقوم عليها ما فيهاش حاجة بس احنا بقوله افرد ايدك وحطها كده فيه ناس برضه اه وانا كنت قلتها مرة انه لما بيروحوا الجيم اه الجيم معظمه حاجات مطاطية فبيقوموا يقوم جالهم هنا يجي لهم التهابات جامدة جدا جدا فالتهابات دي المطاطية من كتر الملمس دي اكزيمة ملمسية من المطاط فيبتدي يدهن قبل ما يعمل علشان المهمة احنا كده نقدر نغطي موضوع الايد والضوافر اكيد دكتور عاصم للحديث مقية ان شاء الله بشكر وجود حضرتك معنا لا انا اللي بشكر بتكون فكرة مميزة الحقيقة واكيد الناس بستفيد بها وبشكر حضرتكم بمشاهدين وبكرة بإذن الله على امل اللقاء السهداشر تماما ان شاء الله